نضي أكثر على المشهد البريطاني مع زميلي عصام أكرماوي مراسل بي بي سي نيوز عربي عصام مرحبا بك دعنا في البداية نضي على اجتماع لجنة الاستجابة للطوارئ كوبرا هذا الاجتماع كما قال أوليفر داودن نائب رئيس الوزراء الذي سير أس هذا الاجتماع أنه جاء للتنسيق بين الوزرات المختلفة ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع وغيرها من الوزرات حول طريقة التعامل المملكة المتحدة مع العنف الدائر في قطاع غزة هذا الاجتماع كما قلنا هو هدف التنسيق داخل الحكومة البريطانية لكن لا يوجد تغيير في مواقف الحكومة البريطانية من مسألة مثلا المطالبة بوقف اطلاق النار رأينا بالأمس في مجلس الأمن أن بريطانيا والولايات المتحدة استخدمتها حق النقض البيتو لإجهاض مشروع قرار يطالب بوقف اطلاق النار لكن الحكومة البريطانية تقول أنها تطالب بهدنات مؤقتة من أجل إدخال المواد الغدائية والمساعدات وأيضا ربما إخراج بعض العالقين من الأجانب هناك أيضا في قطاع غزة مواطنون بريطانيون أو من مزدوجين الجنسية تود الحكومة البريطانية إخراجهم من قطاع غزة لذلك هي تطالب بأن يكون هناك توقف لفترات من أجل هذا الغرض لكن لم تذهب إلى حد المطالبة بوقف كامل لإطلاق النار نتابع هذه الصور الحية عصام من قلب غزة يبدو أن القصف تجدد أمدات الدخان الأسود ترتفع من نفس المنطقة التي كنا تحدثنا عنها قبل حوالي 20 دقيقة في أثناء هذه التغطية الخاصة من عالم الظاهرة لاستمرار العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة قصف كثيف كما فهمنا دعني أسألك عن موقف الشارع هنا في المملكة المتحدة عصام موقف الحكومة واضح نعم لهدنات متقطعة إنسانية لكن لا لوقف إطلاق النار رأينا تظاهرات كبيرة جدا هنا تندد بهذه الضربات الإسرائيلية على المواطنين في غزة تحديدا على الأطفال والنساء وكبار السن بالمقابل هناك مجموعات أخرى في بريطانيا تؤيد موقف الحكومة المشهد في بريطانيا منفتح على انقسام كيف يمكن توصيف هذا الانقسام؟ يعني ممكن أن نراحظ مثلا في الشارع هناك تعاطف كبير مع الفلسطينيين رأينا حتى الآن مظاهرتان كبيرتان تخرجان في لندن الأولى كانت السبت الأسبوع الماضي وأيضا كان مظاهرة مماثلة يوم السبت الماضي وهناك مظاهرة ثالثة السبت المقبل أيضا للمطالبة بوقف العنف وحماية المدنيين وصل عدد الفلسطينيين ومعظمهم من المدنيين الذين قتلوا من جراء الغارات الإسرائيلية إلى أكثر من سبعة ألاف طبعا عدد كبير منهم ربما ثلاث ألاف طفل حتى الآن معروف أن أكثر من نصف سكان قطاع غزة هم من الشباب والأطفال لذلك هناك تعاطف كبير مع محنة المدنيين ونرى التقارير للتحدث عن انقطاع الكهرباء وشح المواد الغذائية وانطلاء المستشفيات بالجرحة كل هذه المظاهرة تؤثر في الرأي العام وهناك بالفعل تعاطف كبير مع المدنيين في قطاع غزة ورأيناه يتجلى هذا التعاطف في وسائل الإعلام وأيضا في الشارع عندما كما قلنا رأينا مظاهرات المظاهرة الأخيرة كان فيها ما يقارب من ربع مليون شخص وهذا عدد كبير من المتظاهرين عصام أشكرك زميلي عصام ونتابع هذه الصور من قطاع غزة حيث القصف يتجدد وآخر الأنباء تفيد عصام بأن وفد من حركة حماس وصل العاصمة الروسية موسكو سنتطلق إلى هذا الموضوع لاحقا ما الذي يعنيه كل ذلك بالنسبة لحركة حماس وربما لما تقوله الخارجية الروسية شكرا لك عصام الخارجية